اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإذماج المشمولين بالعفو الملكي السامي في سوق العمل وضمان استفادتهم من الفرص والبرامج المتاحة وأكد الوزير أن ذلك جاء وفقا للمرسوم الذي أصدره جلالة الملك المعظم بالعفو عن 457 محكوما وأيضا تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي كلف من خلالها مجلس الوزراء وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسئولية المجتمعية المناطبهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية وأوضح سعادة وزير العمل بأنه تمت دعوة المشمولين بالعفو الملكي السامي لتحديث البيانات الشخصية والمستندات الخاصة بهم تمهيدا لتسجيلهم في التأمين ضد التعطل والحصول على المزايا المالية للنظام والاستفادة من الشواغر الوطنية المناسبة كما نوها سعادته في هذا السياق بحرص الحكومة على توفير مختلف الفرص الداعمة للمواطنين واستثمار طاقاتهم وإدماجهم في مختلف التخصصات الوظيفية داعيا جميع المشمولين بالعفو الملكي السامي إلى المبادرة بتحديث بياناتهم وتقديم المسندات الشخصية للوزارة من أجل استكمال الإجراءات المطلوبة لإدماجهم في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر